فعل برنامج الشيخ زايد الإسكان مذكرة التعاون التي وقعها البرنامج مع لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة منتصف مايو الماضي والتي تحدف إلى تقديم منح للمواطنين الذين تم اعتماد أسمائهم من قبل اللجنة لهدم المساكن القديمة وإعادة بنائها وهي المساكن التي بنيت قبل عام 1990 ولم يقم ملاكها بصيانتها صيانة دورية أو وقائية مما أدى إلى هلاكها إنشائيا وعدم جدوى صيانتها أو إلى تقديم منح لصيانة تلك المساكن في حال سلامة الهيكل الإنشائي لها وتلقى البرنامج من اللجنة قائمة بأسماء 39 مواطنا مستفيدا سيتم تنفيذ مشاريع الإحلال أو الصيانة لمساكنهم وقام البرنامج بالتواصل مع المستفيدين للبدء بإجراءات تنفيذ مشاريعهم السكنية من خلال زيارة مراكز سعادة المتعاملين للبرنامج في دبي أو المنطقة الشمالية أو الشرقية